انا اسمي طارق مختلع عبدالقادر سن 48 سنة وزني 200 كيلو وشفت الدكتور كريم صبي عن طريق التلفزيون وطبيعة الحالات بتاعته واخرهم الحالة اللي كانت وزنها 330 كيلو شفتها السائل عملية وشفتها بعد ما خست وديلي شجعتني وديتني الجرأة ان انا اخذ القرار واعمل عملية تحويل مساحل سنة تعبتني جدا لانا ما بقتش قادر ان انا اعيش حياتي مظبوط ما بعرفش اتحرك كتير تعبتني في شغلي في كل حاجة في كل حاجة قاعد انا قاعد كائدني يعني ما بعملش اي حاجة مفيدة دلوقتي وكان بيعمل لي مشاكل في التلفز ما بقدرش اخد نفسي كتير ما بقدرش اقامشي مشوار كبير ما بقدرش اتحرك كتير البنوم بيبقى صعب يعني الحمد لله على كل شيء وانا تمنى ان ربنا يكرمنا بعد العملية انتظرونا بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري النهاردة من ضمن الحالات في الليستة وسطارق 210 كيلو احنا عمل له تحويل مصار معدى مصغر عملية تحويل مصار معدى مصغر هي الاكثر امدا في انقاص الوزن الاقوى في انقاص الوزن يمكن من العمليات اللي هي اساسية في جراحات السمنة يمكن من اكتر من 100 سنة عملية تحويل مصار هي من ضمن العمليات اللي هي قوية في انقاص الوزن كمان يمكن بتساعد الناس اللي هم مرضى السكر بنسبة الشفاء قد تصل الى 100% الناس طبعا كمان اللي هم اكل السكريات بشراها بيستفيلوا جدا من تحويل المصار لانها طبعا يمكن بتسفيد من 30% من السكريات والدهون وكمان بتعالج بعض الامراض الاخرى المصاحبة من زيادة الكوليسترول الدهون الكابت يعني اكتر من 50 مرض بسبب السمنة المفرطة بتعاليكم تحويل المصار بعد انقاص الوزن يمكن في الاوزان العالية هم طمينكم على الوصول طريق بعد العملية ان شاء الله وبإذن الله ام السلام ان شاء الله شكرا بالتوفي بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري انا يعني هقول لكم الخطوات الاولى في عملية تحويل مصار المعدة المصغر ها طبعا اعرفكم بالتيم الجراحي دكتور محمد فطين دكتور ساميزودي دكتور حامد رزوي دكتور يحي خالد والكاميرامان استاذ يوسف واستاذ عبدو الحقيقة طبعا احنا بنعمل حاجتين اول حاجة منهم احنا بنعمل المعدة بنفصل المعدة الى جزئين يعني الناس اللي عايز تفهم يعني ايه تحويل مصار المعدة احنا بنفصل المعدة الى جزئين الجزء اللي هو على شمالنا ده ده المعدة اللي احنا هنأكل فيها ودي مسيحيتها متكونش كبيرة يعني دي مسيحيتها متكونش كبيرة الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبة المعدة اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع أو ودد الجوع لها طبعا احنا لازم نسلك المعدة تسليك جراحي يعني بصورة كافية بحيث ان احنا منصيرش جزء من قبة المعدة وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي اللحظة دي طبعا احنا بنوصل المعدة بالامعاء ده الامعاء ده الجزء المستبعد ده الجزء اللي هنوصله بالمعدة بحيث ان الاكل هيمر من المعدة من هنا الى نهاية الامعاء بصورة مباشرة طلينا بركز مع بعض دلوقتي نشوف الفاتوة دي بتونسة ازاي طبعا احنا شايفين بتوصلهم من بعض بتدبس وتقص في نفس اللحظة دي احنا شايفين كده دي احنا شايفين ممكن نوصل بالكاميرا هنا دلوقتي الامعاء بتوصل بالمعدة بصورة مباشرة يعني الاكل بمر من المعدة الى من نهاية الامعاء بصورة فتكون مباشرة وبعد كده هنقفل الفاتحة دي وخلاص تبتري العملية خلاص انتهت بالشكل اللي هنوشوا فيه ده هنقفل دي دلوقتي حالا اخر خطوة بتحويل مصور المعدة المصور ان احنا بنعمل اختبار تسريب اختبار تسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعدة والدابيس نحطها تحت بريشر عالي بحيس ان احنا نكتشف اذا كان فيه اي غرز يعني محتاجة تأكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبة التسريب وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بنحق المادة زرقه بكمية تحت ضغط عالي هنشوف دلوقتي تفضل فبنخلي المعدة والامعاق عاملين زي البلونة كده بحيس ان تبقى كيه اي اه كل الامعاق تحت بريشر عالي فعنا بنطمن عليها خلص يعني دي تطبر انتهت العملية المعدة بنرجع تاني ممكن نرجع بالجوجي دي المعدة الجديدة دي المعدة المستبعدة وده الامعاق اللي وصلناها دي عملية تحتوي المصور المعدة المصور بسم الله الرحمن الرحيم انا طارق مختار عبدالقادر انا عملت عملية تحويل مصور عند الدكتور كريم صبري والحمد لله العملية تمت بنجاح وانا مشيت بعد العملية بست ساعات وتحركت والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله وانا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي بسم الله الرحمن الرحيم احنا دلوقتي ما بعد اجراء عملية تحويل مصور المعدة المصغر لقصص طارق يعني احنا طبعا نحن بتحويل مصور المعدة المصغر وخصوصا في الاوزان زي قصص طارق فوق 200 كيلو تحويل المصور المعدة هي من العمليات القوية في انقاص الوزن وخصوصا في الاوزان العالية يعني طويلة الامد في انقاص الوزن يمكن على المعدة البعيد هي يمكن من اكتر العمليات اللي بتحافظ على الوزن فترات كبيرة جدا كمان العملية دي احنا منحبها في الناس اللي هم مدمني السكريات احنا يمكن كمان في الناس اللي هم مصابين بالسكر او مرض السكر عملية تحويل مصور المعدة المصغر تعتبر علاج جزري لمرضى السكر كمان والناس اللي عندهم برضو ارتجاع ومصابين بالسمن المفرطة احنا بنعمل تحويل مصور المعدة اكتر من تكميم المعدة دلوقتي بقىنا فترة صغيرة ما بعد اجراء العملية ريهابيريتيشن احنا شايفين ممكن بنتمشي بعد العملية بساعتين بنتمشي بعد ست ساعات يمكن ما منقضيش اكتر من 12 ساعة في المستشفى بنرجع لمشاطنا بعد يوم من العملية ويعني اللي عايزة اوصله اقول ان عمليات انقاص الوزن اللي اسمنا المفرطة هي عمليات امنة تماما تبرى باحدث التقنيات الدولية والعالمية من السهلات من مسالكات طبية امريكية زي الدباسات يمكن احنا بنستخدم جونسون وكوفيدين احنا كمان في المناظر كلها لازم تكون هاي ديكنيشن يعني امكان شفتم معنا العملية على اعلى مستوى من التجهيزات وخصوصا طبعا احنا لازم يكون جاهزين لأوزان اعلى كمان من وزن قصص طارق اكتر من المتين يعني فيه اوزان طبعا قد تصل الى 300 كيلو ويمكن اكتر من هذه الاوزان عايز اقول ان العملات السنة هي ليست عمليات صعبة هي عمليات سهلة امنة ويمكن ارجعنا للوضع الطبيعي او ريهابيليتيشن متاعنا زي ما انتوا شايفين يمكن بسرعة جدا وعادتنا العمل يمكن ان شاء الله تكون سريع بخلال يوم بعد العملية ممكن تنزل شغلك عادي خالص وانقاص الوزن هو يمكن ان شاء الله هنشوف بعد كده هو انقاص وزن ثابت وامن كمان ان شاء الله بالله الرحمن الرحيم انا طارق مختار عبدالقادر انا عملت عملية تخويل مصارع للدكتور كريم صبري والحمد لله العملية تمت النجاح وانا مشيت بعد العملية بست ساعات وتحركت والحمد لله مفتاح وكويس الحمد لله وانا بشكر الدكتور كريم على المجهودات التي عملها معي مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير احدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار احدث التقنيات الامريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنظار تكميم المعدة بالمنظار تحويل مصار الاثنى عشر التحويل مع التكميم كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السنة والمناظير ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجان والهايلورونيك أساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنًا بعشر سنوات من أقوى المرخص من ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد مرخص من أقوى مرخص من حكومة دبي إيطاليا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب ترجمة نانسي قنقر الشعر من أكتر الحاجات اللي ممكن تكون بتتأثر سواء بالحالة النفسية أو الحالة المرادية يعني هنلاقي مثلا لو واحدة نفسيتها تعبانة هتلاقي شعرها بيقع أو واحدة عيانة هتلاقي شعرها بيقع لو الواحد نفسيته تعبانة شوية ممكن شعره يخف ما يتولش لأنه طبعا إحنا قلنا أن الشعر ده بيتنفس وبيحس وحاجة حية فأي حاجة مؤثرات خارجية بتأثر فيه بشكل سلبي كتير فطبعا كلنا في وقت من الأوقات بنمر بظروف سواء صحية أو بظروف نفسية فده بالتالي بيأثر على شكلنا بالسلب إحنا النهاردة هنتكلم عن منتج هينقذ الشعر من المشاكل دي كلها يعني الشعر اللي ما بيتولش ممكن يتول الشعر الخفيف ممكن يتقل الفراغات في بنات كتير عندها فراغات من هنا أو فراغات من جوة شعرها أو رجال كمان هيساعد أن الفراغات دي تختفي الحقيقة أنا شايفة أنه هو منتج هايل جدا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة هنتكلم عن ساينوماسي هير بس خلوني أرحب في البداية بضفتي العزيزة دكتورة آن أمحاوي أحد أعضاء الفريق الطبي لساينوماسي هير زيك دكتورة آن؟ آمين إيه الأخبار؟ الحمد لله طبعا زي ما قلت أنه الشعر بيتأثر بأي حاجة بأي حاجة سواء لوحد خس سواء لوحدة حامل وبتردع مثلا سواء كبر في السن سواء عنده حالة نفسية فمشاكل الشعر كتير جدا ساينوماسي هير بيعمل إيه للشعر؟ إيه المشاكل اللي بيعالجها ساينوماسي هير؟ أنا هقولك أنت قلت دلوقتي كلمة مهمة جدا وهي فعلا أنه هو منقذ هو فعلا منقذ للشعر المتهالك اللي بيقع بطوله الشعر الهايش الشعر التالف الناس اللي هي سبغت كتير وشعرها بقى مرهق جدا الناس اللي هم الحوامل أو اللي بيردعوا طبعا كل ده شعرهم خلص هو يعني بيبقوا صحتهم شوية ضعيفة طبعا إحنا كلنا عارفين الوقت ده بيبقى صعب شوية شعرهم بيقع الغيزة بيبقى أقل شوية في الشعر ما بيوصلش ساينوماسي هير بدا المنقذ فعلا زي ما أنت قلت منقذ زي إنه هو في كمية أكتب انجريدينت كلها قوية جدا أول حاجة فيها ساوبا الميتو ساوبا الميتو ده عجبة إحنا جايبانها من أمريكا استخلصناها دي حاجة مهمة جدا إن هي بتوقف سقوط الشعر وده أول طريق العلاج إنه تتوقفي سقوط الشعر وبعد كده تبقيت عالجي تبدأ يتبصي بقى إن شعرك يطول ببهير يبدأ يطلع إن شعرك يبقى ناعم إنه هو يبقى فيه فيه فليكسابيلتي فإحنا بنتكلم رقم واحد على ساوبا الميتو ده إنه هو بيعمل إيه؟ بيروح بيقفل الإنزيم أو الإنزيم اللي بيروح يهاجم البصيلة بتاعة الشعرية بيوقعها يعني هو فيه المادة اللي بتمنع تساقط الشعر بالضبط دي رقم واحد ده اللي هم تتمي به في أول حاجة في العلاج وهو طبعا حنا بنتكلم عليه إنه هو برودكت علاجي هو علاجي طبعا يا دمع يعني هو منتج علاجي للشعر والأدبانتش اللي فيه إنه هي أنت بتكلمي عن حاجة إنتي لو جيتي خلاص عليكت شعرك حبيتي مثلا إنتي خلاص إراضي عن النتيجة وأكيد هترضي حبيتي إنه إنتي مثلا تريحي شوية شعرك مش هيوقع دي حاجة مهمة جدا دي ميزة بصراحة لإنه أنا لما سألتك إيه المختلف يمكن قبلها وإيه المختلف اللي فيه عن كل منتجات الشعر قلتي لي الميزة اللي فيه اللي مش هتلاقيها في أي منتج تاني إنه لما توقفيه شعرك مش هيتنكس يعني مش هيرجع يقع أو يحصل له التراجع مرة تانية وقفيه في أي وقت إنتي عايزي شعرك خلاص خلاص إنتي راضي عن النتيجة خلاص عايزي توقفيه هتوقفيه بس أنا بانصح أي وحدة وأي ستة وأي راجل بيستعمل حاجة مبسوط بشعره إنه هو بدأ يطلع وشاكله بقى أحسن ونفسيته بقيت أحسن بما يكملش لإن الطبيعي إحنا بنهتم بحاجة زي يهتمينا مثلا ببشر يهتمينا بشعر خلاص إحنا شايفين إحنا مرتاحين نفسيا طب خلاص نكمل مفيش مشكلة يعني هو حتى لو أنا ما عنديش مشكلة ممكن أن أنا نستخدم شعير طبعا هو بس مش عشان سقوط الشعر هو إحنا بيديكي إنه هو يبقى لامع إنه هو يبقى صحي إنه هو ما يتقصفش إنه إنتي لما تيجي تصراحي تعرف تصراحي ما فيش تشابك ودي حاجة مهمة لما قديكي منتج بيديكي لمعان وقوة ويزود كسافة ويخليكي تقدار يتصراحي تقداري وإنتي يعني إنتي عارفة بتشوفي كده الناس بيبقى شعرها بيلمع وبتحرك كده فاهمة الناس دي بتبقى يقولي ممثلات مثلا والناس دي إزاي شعرهم كده وهي الفكرة كمان مشاعرينة يبقى صحي من غير مثلا من حطله فيه ناس ممكن تتقل بإكستنشنز مثلا الإكستنشنز دي أكتر حية بتوقع الشعر كمان ده أكتر حاجة مدرة للشعر وبتنحل الشعر فإحنا مش عايزين كده إحنا ليه ما نغزهوش بحاجة طبيعية ما فيش فيها أي كيميكا الكمباونز ويبقى أحسن لنا طب أنا عاوزاك تقولي اللي السكس أكشنز يعني ست حاجات اللي بيعالجها ساينوماسي هير أول حاجة احنا تكلمنا فيها ستوب هيرلوس إن إحنا بنوقف تساقط الشعر قلنا بالساقط الميتو طبعا استيميليات هيرجراف إن إحنا بنزود نمو الشعر بنزود نمو الشعر إزاي إحنا عندنا كافيين كافيين ده بيزود البلات سابلاي أو البلاتيكوليشن في الشعر في دورة الراس دورة دموية دورة دموية بالضبط بنعمل إيه بقى يعني الكافيين ده مهمته إيه إن إحنا الشعر ده زي ما أنت قلت في الأول أنه هو كأنحايا كأنحايا يعني إليه دورة حياة إنه هو بيجيله وقت ويقع طبعا إحنا كلنا عارفين إنه هو في الطبيعي إن الشعر في اليوم من 80% لمية طيب إحنا دلوقتي عايزين دورة الحياة بتاعت الشعراية دي إنها تزيد الكافيين بيزوده 33% بمعنى إيه بقى يعني الشعر بيجيله وقت ويعجز ويقع لأ إحنا بنمد في دورة حياته في عمره بنمد في عمر الشعراية بنمد في عمر الشعراية طيب إحنا دلوقتي الكافيين مش هلقدي كده بس إحنا بنقول إنه هو بيزود يعني هو مكتوب هنا برضو إنه هو إنكريز هيردانستي إحنا بنزود الكسافة إزاي؟ إن إحنا عندنا الكافيين برضو الفوليكل اللي هي البوصيلة البوصيلة بيطلق الشعراية واحدة طبعا ما عاستعمال سينوما سهير مش لوحدها لأنه هو الطبيعي إن البوصيلة تطلع شعراية بصدق سعينوما سيهير هنخليها تطلع أكتر أكتر من شعراية عشان كده إحنا بنقول إنه هو بيزود كسافة الشعر إزاي إنه إنك البوصيلة الواحدة بتطلع كذا شعراية بتلاقي شعرك تقل بلس إنه هو بيعمل كوتنج لأنه إحنا عندنا برضو الألوفيرا الألوفيرا دي بتعمل إيه؟ تغليف بصدق بتغلف طب أنا أغلفته حافزنا على الشعرية مش هتتقطع ما لقيش شعري بيتول حتة وبعد كده يقف ما بيتولش تاني طب أهو ما تولش تاني لإنه هو جاف مش مارن فتلاقيه راح متقطع بتصرحيه طب هو شعري ما بيتولش يعني لو الشعري ما فيهوش مشكلة غير إنه هو ما بيتولش مثلا لا ما هو شعري حيتوليه بقى لإننا بنتكلم إنه إنتي حتى كافيين وعندك بيوتين الحاجات دي عناصر أساسية لنمو الشعر فمفيش مجال إنه هي ما تطولش يعني إحنا بنغذيه وبنهتم جدا يعني برضو الألوذيرا بتهتم إن أنت ما تقاش عندك أنت يعني هي فيها خاصية أنتي بكتيريا أي أنتي إنفلاماتري يعني ما فيش إنفلاميشا ما فيش حكة ما فيش إلتهابات ما فيش بكتيريا بالتالي ما فيش أشرة صح فما فيش شعر بيوء هتلاقي شعر طبيعي جدا بيوصل له دورة دموية كويسة بيوصل له غيزة كويسة قوي من الفيتامينز بالحاجات اللي عندنا في صينوماسي هير بلس إن إحنا عاملين برضو التكنيك بتاع أو يعني يعني هو معمول إزاي إنه هو بالنانو تكنولوجي نانو تكنولوجي إن إحنا صغرنا الوضايقات جدا وخلناها بيور قوي بحيث إن هي بتختارك مسام بتاعة فروة الراس طب ما يعملش أي أثر دهني لإنه فينا شعرها قريدي بيعمل كده طب إليه صح عندك حق بس الناس يعني هو ميزته إنه هو ما فيش الأثر الدهني ده خالص وريحته حلوة جدا فإنت يعني زي من قول كده إيه لأ إحنا استفدنا بحاجتين إنه ما بيحسيش نشعرك مزيت في نفس الوقت ريحته حلوة طب ما بيتعرضش يا دكتورة أن مع مثلا إن أنا أسبغ أو إن أنا في ناس بتعمل فرد مثلا أو سشوار أو كده الحاجات اللي إحنا بنعملها كتير للناس اللي عملت سبغة وبوزة شعرها واللي عملت فرد وبوزة شعرها واللي عملت كل الحاجات السشوار والكلام ده كله اللي خرجت من الصيف لأن الشمس ليها نفس التأثير بتاع الحرارة أو الأسباشر أو شعر بيتأثروا جامد جداً بأشعة الشمس طبعاً أشعة شمس الدرة فإحنا بنعمل إيه كميل؟ هو فيه إن هو بيعمل كوتينج فأنتي حميتيه من كلام ده كله حميتيه من رتوبة حميتيه من أشعة شمس درة حميتيه من حياة كتير قوي عمال خارجية بتأثر على الشعرية تخليها جافة تقطع شكراً طب الاستعمال بيكون إزاي؟ الاستعمال إن انت بتروشي هو رش سبري بالزبط كده اهو بتنشي من 4 ل 6 بخات على فروة الراس بتدلكي كويس قوي طبعا علشان ندمر ان هو توزع كويس على فروة الراس بيبقى على بشرة صوري على شعر جاف على فروة جافة ليلان ليلان ليه علشان احنا دايما عارفين ان المسام بتتفتح اكتر وقت في بالليل فمسام الشعر الفروة الراس بتتفتح حيبقى البرودكت بتاعنا ان هو يمتصق كويس قوي طبعا احنا قلنا قبل كينا يبناني توكلونجي فاحنا خلاص اوكي الراس عارفين ان هو جزيئاته صغيرة فبيمتصق كويس قوي ما بيتغسلش لا ما بيتغسلش احنا بنخسل الشعر في المعدل الطبيعي معدل الطبيعي ان هو من مرتين لتلاتة لو شعرك ضهل طيب اذا اللي ساينو ماسي هير لو شعر بيقع ويقع في التساقط والميزة انه بيطلع بصيلتين في الشعراية بيطلع شعرتين شعرايتين في البصيلة مش شعراية واحدة وده اللي ممكن يكون مختلف كمان عن اي حاجة تانية اه الشعر الخفيف بيتقل اه لو ما بيتولش ما بيتولش هيضغزة ويتول وبيعمل كافر كمان للشعر المجهد او التالف او الهايش صحي بالشكل ده طيب الناس تجيبوا ازاي يعني تحصل عليه ازاي اه هتلاقي الارقام عن تكع الشاشة موجودة تلوقتي اه بيتصلوا المندوقين بتوعنا بيرحولهم لو في الكاهرة اه في ناس تجيهم لو خارج الكاهرة يعني تانيهم طيب اه انا شايفة انه هو هايل جدا وكلنا لازم نعتني بشعرنا يعني ملزا انت عارفة كمان لانه بنستهلك شعرنا كتير قوي قوي وبنجهده وبنتعبه كمان مع السن الشعر بيقل بمناسبة استنى اه احنا فتحنا موضوع استنى ده احنا بنتكلم انه هو فيه روز ميري روز ميري الابحاث طبعا مش انا اللي بقول الابحاث قالت انه هو بياخر نوع الشعر الابيض الشعر الابيض اللي اتلا مناش دعو بيه طبعا لكن فيه ناس تغيرين في العشرين وخمسة وعشرين اه شعرهم تلاقيه بيض او يعني بدأ يظهر لهم شعر ابي لأ هو بياخر نموه والبيوتين برده والبيوتين فيه ميزة او دي حاجة معروفة عنه انه هو بيحسن الخلايا بتاعت فروة الراس يعني الخلايا بالزبط يجدد الخلايا ما يفروة الراس احنا بيتكلم على حاجة حية هو بيحسن الخلايا بتاعت فروة الراس فانتي ضمنا دلوقتي شعر صحي فروة راس نضيفة ما فيهاش قشر ما فيهاش بكتيريا ما فيهاش انفلاميشن في نفس الوقت الدم بيوصلها والغذاء بيوصلها والفيتامين اللي عندنا بتوصلها كويس قوي عشان انه تكنولج اللي احنا اتكلمنا عنه فانا مبداكي كل حاجة في عبوة متين ميلي كل حاجة محتاج للشعر فحاجة بسيطة جدا لانتي محتاجة شكشكة ولا انتي محتاجة تاخدي اقراس بيتعارض مع الحاجات دي؟ لا لا خالص خالص ما بيتعارضش ما فيش اي تعارض زالي اللي عايز يعمل كده اوكي بس فيه ناس عندها فوبيا من مش شكشكة والحاجات دي انا خلاص انا في غين عنها فيه ناس ما بتحبش تاخد ادوية بالبق الادوية طبعا فيه سيقولك ما ديتي باجعاني بياخد ادوية كتير وبعدين بيبقى هو تحت مكمل يعني تحت بند مكمل غذائي تلاقي ناس بتدخن جالها سترس انا دخنت عصبي تابت شعري وقع فيه ناس تانية تلاقي عندها شعري زايد بسبب التابلت اللي بتاخده فانا عليك تلك حاجة بسبري يعني تجنبنا كل المشاكل دي بسبب سحاجة بتودك تواحد بس وخلاص طب النتيجة تبدأ تبقى امتى؟ النتيجة بتبدأ معاكي من اول اسبوع تساقط طبعا بيقف على طول ده اول حاجة تاني حاجة احنا بتكلمنا عنها ان احنا بيزهر بيبي هير بيبي هير ده يعني احنا دلوقتي البرودك بدأ يشتغل شغلته التانية اللي هو وقفنا تساقط شعر بينمو هنفضل طبعا نستمر يمدد تلات شهور عشان دي دورة حياة الشعر طيب احنا عايزين طبعا نتيجة احسن عايزين كلمته هنزود بس احنا نتكلم لمدة تلات شهور هتلاقي شعرك يعني انت راضي عنه تماما انا بشكرك يا دكتورة آن على وجودك معايا ومبسوطة بساينوماسي هير جدا شكرا ليكي هنروح لفاصل لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل استنونا استاذة سميرة كانت بتعاني من اثار تقدم في السن واعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حياتها للأفضل انا بقالي فترة بعاني من تجعيز في الوجه وهلات صودة تحت العين رحت لدكاترة كتير ما فيش نتيجة واخيرا وانا قدامي التلفزيون شفت اعلان المركز الطبي جيت على طول هنا ويا رب يكون في نتيجة كويسة انا بقالي اسبوع عام لأول جلسة وشايف نتيجة مؤفقة وحتى كل اللي شافوني من اصحابي وجيراني قالوا ان المركز الطبي دهيل ونتيجته حلوة وان شاء الله اكمل بقيت الجلسات ونشوف نتيجة احسن انا بالوقت خلصت كل الجلسات بتحتي ولقيت نتيجة موفقة وهيلة جدا وانا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي يجوا لمركز الطبي وحيشوفوا نتيجة هيلة جدا وموفقة بإذن الله قصص نجاح المركز الطبي كتير بس اكيد اللي جاي اكتر وافضل تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة اختارت المركز الطبي يلا بينا نرجع شباب هنتكلم دي عن في فقرتنا دي عن الفيلر واستخدامات الفيلر المختلفة وانه الفيلر دلوقتي يعني المتعرف عليه زمان انه كم بيستخدم من الملء الاماكن الفضية او الشفايف او يعمل خدود بالمعنى البسيط كده تعملي شفايف تعملي خدود تعملي مش عارفاية دلوقتي الفيلر كمان بيستخدم لنحت الوش بيعمل الكنتور بتاع الوش وده المودة دلوقتي وناس كتير جدا يعني بتحب تتبع المودة وتدور على كل ما هو جديد فاحنا نهارده هنعرف ازاي بالفيلر اولا ندري عيوب ثاني حاجة نحن نملأ ثالث حاجة نحن نعمل نحت وتحديد للوجه مع ضفتي العزيزة اللي بحبها جدا وبسعب بلقائها دكتورة رباب الرفاعي خصائي إجراحة التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل والليزر يا اهلا يا اهلا يا اهلا اهلا بيك ايه الأخبار وليلي بقى ايه موضوع الكونتورينج اه ايه بقى الموضوع انتوا سمعتوا موضوع الكونتورينج زي بنعمله بالميكب اه ما ده بيعمل بالميكب بقىنا الآن الاسهل اننا نعمله بالميكب نعمله بحقنة الفلر الآن بقىنا بننحط الوجه كله من فوق لتحت نرسمه وازاي بقى المدور مربع وازاي المربع هو ايه مصبوط يعني ايه هو دواتي في اخر مقاييس الجمال المثلث المقلوب المثلث المقلوب اللي هو بيبقى الجبهة هنا عريضة ونازل محدد لتحت محدد لتحت ده يشمل حاجتين ده اللي هنحكيه في الحلقة دي النهاردة ان شاء الله المثلث المقلوب يشمل اننا عندي كومتورينج للخدود خدود مرسومة دي ممكن اعملها بالفلر ممكن اعملها بالخيوط او بالاتنين مع بعض حسب الحالة يشمل برضو اننا انحط المنطقة دي واخليها مدببة لان ده من الموضة او الموضة الاكتر برضو او اللي تتناسب يعني انا بحبش كلمة الموضة في الوجه لكن يتناسب مع شكله بالزبط لو الوجه مدبب او نحيف او ممكن نعرضه ونعمله الانجل اللي بنسميها تاكساس او ابتسامة تاكساس او تاكساس منتشرة جدا وبين يومنا لما اشتغلناها على حالات من الناس اللي هي النحيفة اللي وجهها طويل او بيضاوي فعلا نجابت معاهم نتيجة رائعة جدا ممكن هنشوف في الصور دلوقتي ازاي وارونا الصور ايجا بنتحول بابتسامة تاكساس او فلور تاكساس ازاي بنرسم به وننحب به الوجه هنا عملنا نصين خلينا نشرح على النصين قبل وبعد يعني متعمدة الوضع ده اولا احنا عملين فلور شفعيف باين شوية هنا الخط الابيض المتقطع في الابل نازل واخد الكونتور العادي بتاعه الشهل هو مفيش انجل خلي بالك من الناحية التانية عملنا الانجل بتاع تاكساس اللي هو مدي عرض بقول لكم ايه ده نص الناس المعروفين عاملين الموضوع ده 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 ايه ايه ابرفو عليك هيا انت صورت قوي ان كان لك بلد اسمها تاكساس ديه كان كل الناس انك بيلعبوا رياضة واقوية فاخدين لك حلو قوي انهما healthy اللوك بتاع تاكساس ده اللي هو الصدغ المرسوم ده شايفها الانجل بتاعت الماندبل بينا ازاي بنعمل معها كمان الشان ده بنعمل معها كمان سمت الحسن طبع الحسن بالفلر معقولة بالفلر لا 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 طبع الحسن يا جماعة طبع الحسن اللي هنا بتعمل بالفلر بنعمل طبع الحسن بالفلر وده على فكرة من ضمن حقن تاكساس يعني تاكساس بنعمل فيها الانجل او التعريض بتاع الواجه من هنا عشان ندي قوة كونتور كده خصوصا مع الناس الواجهها عريض من الخدود ونزل نحيف من تحت فبندي عرض اللي هو حقنة تاكساس كل ده بالفلر يوم نحنا عملاش حاجة حقنة حقنة خلاص وبنعمل اللي هو تشان دامبل اللي هي بنعمل طابع الحسن أو سامة الحسن بنعملها بالفلر دايمان ادي رانج للفلر سنة سنة وشهرين لو هو الجسم ما بي هفعلش مع الفلر بصعار بس ديها دايمان سنة سنة وشهرين في ناس بتعمل معها سنة ونص وسنتين كمان بس دي ممكن تتعمل جراحة؟ اه جبا تتعمل بالجراحة وتتعمل بالخيوط بالجراحة أكاردنج الخيط اللي هتستعمليه لو برولين هيقعد معاك فترة طويلة لو فكرة اللي ممكن يقعد معاك ثلاث شهور بالخيوط اللي هي الخيوط التجميلية ممكن يقعد برضو فترة محترى مقايا طويلة اذا بالفلر بتتعمل الدول لطلعين موضة العدمتين دول لطلعين موضة قوي بالزيت الناس النحيفة تلوك بالزيت الناس النحيفة عندنا صور تانية؟ معنا صور تانية هنشوفها دلوقتي وبيتتعمل طابع الحسن اللي هو ايه؟ الحسن اللي هو تشين دامبل دا بنعمله بالفلر دا من الكونتورينج بتاعنا كمان الدقن دي ساعات بتكون قصيرة جدا فبتدي طبعا احنا اتفقنا ان احنا دايما نحط صابعنا كده لازم الاطوال كل الانف مع الشفايف مع الدقن يلامس صبرنا هو التساوي في التلامس ده من علامات الجمال او من علامات التساوي المنطقة دي لو الدقن اقصر وملامستش الصابع بنحنتاج ان احنا نطولها لا تمام بس مجرب مجرب لازم مجرب فبتلاقي في المقاييس المزبوطة كل متساوي في تلامس مع السبعة طب لو الدقن اقصر شوية لا احنا بنوصلها بالفلر ان احنا بنطول الدقن شوية ونحددها ونرسمها بحيث انها يبقى الانجل كلها متساوية يعني اه انت عارفة دي لما تبقى قصيرة فعلا كمان بتعمل زي ضب كده شوية بزبطة البعض كأن الفيس بالجينج القدام كده ويبقى مش مارسوة فلما بنطول دي اولا انت عارفة مع تقدم في العمر بيحصل بون ريزوربشن يعني ايه بون ريزوربشن؟ اللي عزام بتتأكل فبتلاقي المنطقة دي عند الناس اللي كل ما كبرت لقيا دخلت لجوه فبتعها في السن السيدة دي تكبر للمنطقة دي نحفت ودخلت لجوه والدقن صغرت فبنعوض بقى الانسجة اللي راحت ديت بالفلر بنعوض هنا ونطول الدقن شوية فبننحط منطقة التشان وبتدي نتائج اكتر من رائعة وبتغير الشكل تماما ساعت كنتو بتعملوا حاجة هنا برضو هنا في الحادة دي اه برافة الكديم من الحاجات المهمة قوي اللي هي طلع موضة جدا جدا تجميل الانف بدون جراح ديت اللي طلع قوي اولا الفلر ليه دور في ان انا ارفع ارنبت الانف التاب بلاستي اللي انا قدي شوية من رفعة الانف عشان يبقاش للناس اللي عندهم النوز سادل شوية او نازلة في عندنا ساعات ودي بتبقى كامل قوي الناس اللي عندها الهارب عالية وفيه في المنطقة دي من العضم دخل الجوه بنعوض المنطقة دي وبنحقن فلر في المنطقة دي بنعمل تجميل وتساوي للكنتور بتاع الانف بالفلر بالفلر ما عملناش عمل ايه نحن مخدر موضعي ومن غير مخدر كمان بنحط كريم ونحقن الفلر بنساوي المنطقة دي يعني انا النهاردة احب ان انا تكلم عن الحاجات التانية اللي الناس متعرفهاش للفلر يعني كل الناس فاكرا ان الفلر ده هعمل خدودي بيه ولا هعمل شفافي بيه وخلص وشكرا على الانف نحن بقينا بنجمل الانف بقينا بنرفع التب بتاع الانف بقينا ممكن نرفع الحاجب انت ما احنا عارفين ان الحاجب بيترفع بالبوتوكس او خيوط ساعات الوقت فيه ناس من قطر محاقة بوتوكس بقاش تستجيب او استجابت العضلة ضعيفة شوية فبقينا بنرفع الحاجب بحقن في المنطقة اللي تحت الحاجب وبيرفعها وبيدي نتائج ممتازة جدا اوه هي زي هنا كده الهالات دايما تسمعني دلوقتي يومنا فيه حاجات افتكاسات طلع كده علاج الهالات من جلسة واحدة اوه بس عارفة يا دكتورة باب ساعة ما بتبقاش هالات هي بتبقى الحتة بس داخل الجوة هو ده مهم تشخيصه جدا هي هالات ولا عين غائرة لو سنكن اي والعين داخل الجوة وفيه حفرة بتديني فرق إضاءة كأنني عندي هالات ولا ما عنديش هالات فلما بحقن الفلر تحت العين طب هتقولي السورة تانية بعد الان في الجروف ده في الحفرة دي برفع الحفرة ديت او النزول ده فبيديني إحساس بالتساوي وكأنني عالجت الهالات في حالة واحدة يعني مروحة مبسوطة جدا ونكادش مصدقة هي وولدتها انها هتتعالج في جلسة واحدة طبعا وبواسيط بتالي بتحط حتى شوية صغيرين جدا وفلر خاص بتحت العين اللي عندي تركيزات مختلفة ليه الفلر فيه الفلر الخفيف جدا بنحقنه تحت العين الفلر الوسط بنحقنه في الشفاء الفلر الاتقل شوية فيه تركيز الهيلرانيك أسد بنحقنه فيه تشيكس عشان هو ده اللي بيرفع وبيديني والتركيزات المتوسطة بقى بنعمل بيها النيزولابيال وبنحدد بيها القونطور بتاع الوجه كله طب فيه حاجات ممكن مواد تضفيها على الفلر تعمل لا هو الفلر بتبقى السيرنجو كده معقمة بتيجي مقفولة لكن مؤخرا شركات التجميل كلها برا مصر أضافت مواد من الكالسيوم اللي بتعمل على إطالة مدة الفلر بيخليه يفضل فاترة طويلة أضافت مواد تانية بتدي للفلر بيبقى بيدي لون تنكش فده اللي بقينا بنستعمله ويمكننا كمان هنكسر القاعدة خالص والحلقة اللي كانت معاكي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 حقن الفلر وتجميل وتوريد في المنطقة الأنثوية المرة الجاية هتبقى معنا بالأجهزة وبالصور وهنشرح يعني إيه إن إحنا نجمل المنطقة الأنثوية الخاصة الحليمة بالفلر بالريجيف نيشن بالبي أر بي بالإيسر طيب إحنا في انتظار الحلقة الجاية وعايزك كنت بتقولين إن في عرضة أو في مفاجأة أو في حاجة كده عملونا ده حاجة جميلة جدا إحنا عملينا أفر خمسين في المية لكل المهامات طبعا والسيدات اللي هما الناس بدخولي المدارس محمهات جدا والله حاسة نفسها تعبت قوي يعني متفكرينيش متفكريني لإيه أنا وأنت محمهات كده كل الأنسات الحلوين والسيدات والمحمهات اللوزاز قوي عشان بداية الدراسة فإحنا عملوهم أفر لطيف جدا عرض خمسين في المية أفر على كل المانوفرز التجميلية تشجيعا مننا ورفعا للمعنويات والله بصراحة أنتوا كده فعلا هترفعوا المعنويات بوتوكس وفيلر ونظارة وكل المانوفرز بتاعت التنويل يعني ممكن يكونوا مكسلين بس مع العرض ده مش هيكسلوا بعد الوقت واحنا حاسين بيهم برضو في طفل تخلص مذاكرة وتزبط الدنيا وكل حاجة وتروح ترويق نفسها لا طبعا هو مفيش حجة طبعا خاصة انه الحاجات دي بقت سهلة يا دكتور رباب دلوقتي جدا وبتجيب نتيجة حلوة قوي ومش عيب انها تتعمل يعني عارفة من كم سنة تقولك ايه ده الحقي ده عاملة بوتوكس وفيلر وعملة مش عارفة ايه وعملة دلوقتي لعيب انك ما تعمليش لعيب انك تزيب نفسك ما تعمليش والتجميل كله في اتجاه اتجاه انك انت تروح العيادة ساعة وتطلعي عاملة كل المانوفر التجملية نبقاش بقى التكنيك او الفكرة بتاع زمان غرفة العمليات وهنجد بتدخلي العيادة بتطلعي حقن حقن او اتنين وصلتي لي الهدف اللي انت جاي عشانه والشكل اللي انت بتحلامي به طب هل البوتوكس ليه حاجات تانية برضو استخدامات تانية غير اللي المتعرف عليها اه البوتوكس دلوقتي زي ما بقولك يومنا انت عارفة الناس اللي هي بتبقى الجديد بقى طبعا الناس اقول لها عارفة ان احنا بنحن به التعبيرية او الحركات التعبيرية بنعمل بيني فرتيتي لق اللي هو بنشد به بننحط به المنطقة بتاعت الجولاين شوية بنحنه في الرقبة عشان انت جاعدة الرقبة بنسبت به الايلة بتاعت النزاي دي اللي هي وحنا بنضحك فيه ناس بتتحرك بنسبت بيها المنطقة دي الجديد ان احنا بنعمل به حق في المسيتر في العضلة اللي موجودة بتاعت المضغ عشان فيه ناس عصبية قوي لما بتجي بتنفخ او بتشد او بتلاقي والشاهد غير ملامحه وديتنافخت كده والشكل يعني استغفر الله عزم تلاقي فبقينا بنحن في المسيتر دي عشان اللوك يبقى اهدى حتى لو هي تعصبت ميبقاش فيه اوفر ريكشن اه الاوفر ريكشن ده بينفع مع الولاد بس انت ببتعرفيش تعمليه بط انت ببتعرفيش تعمليه بط طب ليه انكشل ولينك دايق وليه يعني مش عارفة يعني على فكرة التكشيرة دي والله العظيم بتعجز وبتكبر وبعدين فيه ناس كتير تقولك ايه اه انا عندي اه مشاكل بس مش هعمل دلوقتي هستنى انا لسه صغيرة مش هعمل دلوقتي انا مش مع الناس دي خالص طب وعادي انا ابشرها يعني اللي مستنية 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 ممكن كل اللي احنا بتتكلم فيه الحاجات البسيطة اللي هي اشركة وحوقنا وحاجة بسيطة ممكن ما تنفعلكيش بعدين ممكن انت بانتي اجلت مشكلة تتفاقل كبيرة جدا يبقى الحل فيها مكلف وطويل المفعول وتضطر تدخلي او ار قط العملية التابليه طيب احنا عاوزين نشوف انتو كمان موجودين على السوشال ميديا وليكو صفحة صفحة المركز الطبي يريد نشوفها معانا على الشاشة بعد اذنكو لان انت عارفة انه السوشال ميديا لها جمهور كبير قوي جدا بالذات من التين اجلس والبنات اللي هم اللي بيتابعوا الصفحة دي صفحة متعاتنا وعليها الاوفر اللي احنا منازلينه وفي بداية السنة الدراسية واي استفسارات او اي اسئلة ممكن نتواصل بها عن طريق الصفحة وبنرد على كل الاستفسارات طيب حلو قوي لان انا شخصين في ناس كتير بيتبعتلي على صفحتي اسئلة خاصة بالحاجات دي فالصفحة موجودة هي كانت موجودة معاكو على الشاشة عشان اي اسئلة خاصة بالمركز الطبي تبعتوا على الصفحة دي وتفكروا الناس اخر مرة بالعرض اللي انتو عاملينه او عاملين المركز الطبي عامل العرض الاوفر 50% على كل المانوفرز التجميل سواء كانت الاجهزة او حقن النضارة او البوتوكس او الفيلرز او حتى عمليات الشفط فده يعني فرصة كده لطيفة جدا فرصة للدلع ولا في بداية السنة الدراسية طرفيها مننا انا بشكرك دكتورة رباب على وجودك معي دايما بمبسوطة بوجودك دستير عزيزة دكتورة رباب رفاعي هنروح لفاصل لسه عندنا فكرة اخيرة بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو اصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اساد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة كافيار كولاجين سيرامايد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا فنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب موسيقى الحقيقة الجمال عمره ما كان بيقتصر على سن معين أو مرحلة عمرية معينة أو على حالة اجتماعية معينة أو على وظيفة معينة أي واحدة تقدر أنها تكون جميلة وتهتم بنفسها سواء كانت صغيرة أو في منتصف العمر أو كبيرة في السن ما فيش منع أبداً وما فيش برضو ما يمنع أنك تكوني تشتغل أي حاجة أي وظيفة معينة وتكوني برضو مهتمة بنفسك وجميلة لأنه دائماً أنا بقول أنه ده يعني بيدي كارزمة وبيخليكي مختلفة وبيخليكي إيجابية بشكل كبير والحقيقة أنا بيبعت لي رسال كتير جداً على صفحتي من سيدات عندها مشاكل اجتماعية بسبب وهي عارفة أنه هي السبب بسبب أنه هي أهملت في نفسها في وقت من الأوقات أو مدتش لنفسها حقها وتشغلت في أمور الحياة والأطفال والشغل والبيت وده طبعاً ده واجبنا كلنا ووظفتنا كلنا وأي واحدة في الأول وفي الآخر هي لازم تكون أم وزوجة ومسؤولة بس ده فيما بعد بيسبب مشاكل والمتضرر الأول هو السيدة فطبعاً المشاكل اللي بسمعها أنه فيه مشاكل بينها وبين زوجها وفيه مشاكل يعني من النوع ده يعني وبتيجي بتقول أنه أنا عارفة أن أنا قصرت أو أنا عارفة أن أنا معملت الشرعلي أو أنا عارفة أن أنا أهملت بس أعمل إيه دلوقتي يعني هو يعني مفيش حاجة سماها فات الأوان أو مش هينفع لا كل حاجة يعني تقدري تحوليها من الشكل السلبي للشكل الإيجابي بس تأخذي القرار أنه أنت لازم تتغيري لازم تحملي حاجة جديدة لازم تحسني من شكلك عشان نفسك مش عشان أي حد تاني في الأول وفي الآخر بحبك جدا السيدات اللي دايما بتسأل وبتواكب الأحداث وعايزة تعرف ده حاجة جديدة طلعت لأسأل عليها طب أشوفها طب أجربها طب دي حلوة طب دي مش حلوة وكتير بقابلهم بقى في حياتي يعني في حياة العملية أو في حياة الشخصية من الحاجات اللي الستات معجبة بيها جدا وبتسأل عليها كتير قوي وفعلا هو حق نجاح وانتشار كبير جدا مش بقول كده عشان هو منتج بيطلع في برنامجي لا هي دي الحقيقة هو ماسي درو جولد اللي هنتكلم عنه في فقراتنا دي مع ضفتنا العزيزة دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبي للشركات ماسي فارم كله تمام الحمد لله يا حبيب بيكلموكي ناس كتير أنا عارفة أنك سعب بتتواصل مع الناس يقولوا لك أنا خلاص الدنيا سودة في وشي وفات الأوان وفات الوقت وأنا اللي عملت كده في نفسي وأنا اللي أثرت في حق نفسي ما بيحصل؟ بيحصل كتير يا يومنا كتير بتواصل مع العملاء يا دكتورة دينا أنا متضايقة جدا أنا بابص على نفسي في المراية بلاقي نفسي كبرت فجأة ما كانش عندي التجعيد دي ما كانش عندي الهالات السودة دي الهالات السودة بتقرقني جدا أنا جوزي على طول يقول لي هو أنت شكلك بقى عاملك الريزة كتير يعني بتلاقي تقولي جوزي متضايق من شكلي أنا متضايقة من نفسي أنا ما بقاش عندي ثقة بنفسي أنا ما بقيتش عايزة روح الشغل ما بقيتش عايزة أخرج وانزل في المجتمعات بسبب شكلها الشكل عامل أساسي للثقة بالنفس عامل أساسي للكارزمة الحلوة وعامل أساسي للعطاء يعني على طول أقول ماسيد روجولد يا يومنا حقق نجاح كبير وحقق أمنيات ستات كتيرة جدا يعني كل الستات أمنيتها أنه الشعرها يبقى حلو وشعرها يبقى حلو ماسيد روجولد حقق النجاح أن الشكل الخارجي يبقى حلو لأن بيدي نظارة حلوة قوي ممكن تبقى ستاتة مش عندها المقاييس الجمال العالمية لكن أنت تحب تبصي في وشها وشها في صحة بتقولي فيك رزمة حلو فتلاقي نفسك عايزة تبصي في وشها ماسيد روجولد حقق المعادلة دي معادلة صعبة جدا أن نحن ننتكريم شركة ماسيد روجولد ننتكريم يقدر يعالج كل علامات التقاطف في السن في كريم واحد معادلة صعبة جدا اتحقق المعادلة دي في ست سنين أبحاث ست سنين كلينيكل ترايلز عشان نطلع منتج فيه ستة وخمسين مكون كل مكون بيشتغل على مشكلة معينة في البشرة فأنت على طول بقول مع ماسيد روجولد أنت دايما الأجمل وعلى طول بقول شعارة نحن نقدر نصغر في الشكل مع ماسيد روجولد شكليا عشر سنوات طيب يعني هو الناس سألت كتير يعني ايه أنا صغر عشر سنوات في شكلي يعني ايه اللي انتو عاملينه او ايه اللي انتو حطينه ايه اللي جوه في الازلزة دي خليني أبقى كده ماسيد روجولد يقدر يصغر عشر سنين في الشكل انه بيحتوي على ستة وخمسين عنصر طبعا أهم مكونات ماسيد روجولد جزيئات الذهب مش هنلاقي منتد فيه جزيئات الذهب فيه كافيار فيه كولاجين فيه مادة الفيلر مادة الهيلرونيك أسد فيه سيرامايت فيه واقي شمس فيه مضادات أكسادا فيه طبعا مرتبات عالية جدا مسترايزينج عالي جدا فطبعا ستة وخمسين مكون في كريم واحد منهم تلاتة وعشرين عنصر فعال يعني كل عنصر فعال بيتحطله كريم لوحده وكورس لوحده فأحنا أخذنا الثلاتة وعشرين عنصر فعال في كريم واحد انتو أول نستعمل موضوع الذهب الخالص دي طبعا ميسيد روجولد بيحتوي على جزيئات الذهب مع كل علبة من علبة ميسيد روجولد فيه سيرتيفكت جارانتي هي بس أنا أسفى انها ضعت مني بيحتوي على جولد فليكس 23 كاراك طبعا العبوة كورس كامل يعني يقول لي ايه طب يا دكتورة دينا ده فيه ذهب الدهب هيترصب تحت لا انت اصلا انا عشان عيل بيتي خلصت انت لو كانت لسه مليانة هتلاقي لو لفتيها كل عروق ذهب بسيد روجولد ليه سيرتركيبة مش موجودة في اي كريم ان كل ضغطة بتحطيها على بشرتك فيها ذهب كل ضغطة فيها كفيار كل ضغطة فيها مضادات اكسادها فيها فيتامينز فيها معادن فيها بروتينز فيها كولوجين فيها فيلر مع كل ضغطة طبعا يعني انا مع كل ضغطة انا هتنزلي كل المكونات دي طبعا وكل مكون يا يومنا ليه تأثير على البشرة رهيب يعني لو هنتكلم عن الدهب الدهب اول ما بيلمس البشرة بيعمل نضارة حلو قوي لانه بيعلي البلاد سيركليشن وبيعلي الدورة الدموية الدهب انت يرنكل من الدرجة الاولى يعني بيقدر يقاوم ويعالج التجعيد الدهب ويتنينج ايجنت يعني بيفتح قوي يعني يمكن كتير شفت عملاء مع دومش تجعيد بس عايزين يفتحه ينوره فالدهب اللي موجود في ميسيد روجولد بيشتغل على الميلانين وبيقدر يعالج هلات سودة يعني يقول لي طب يا دكتورة دينا انا عندي 18 سنة قريدي بيبقى عندك حبوب سواء بنت او ولد والحبوب بتسيب اثار ميسيد روجولد يقدر يوحد لون البشرة ويخلي البشرة كلها لون واحد اه يعني اثار الحبوب دي كمان بتتشال والهالات السودة ده مهم جدا الهالات السودة دي كان كارثة عند ناس كتير ميسيد روجولد العلاج الامثل للهالات السودة وكمان الكلف يعني فصل الصيف لما بتنزلي الشمس حارقة جدا وفيها الالترا فالت اي و بي بتعمل دارك سبوتس بقدر كل الحاجات دي تتعالج مع ميسيد روجولد وطبعا الدهب فيه مدادات اكسادة يعني هو علاجي ووقائي كمان يعني ايه بقى مدادات اكسادة؟ يعني البشرة بتتأكسد من عوامل كتير قوي فبتطلع حاجة اسمها خلايا حرة مدادات الاكسادة بتقدر تلتهم الخلايا الحرة دي وتمنع انتشارها في البشرة الخلايا الحرة بتعمل تعجيز بتعمل تشاوقات في البشرة بتخلي البشرة شكلها شاحب جدا فهو بيحتوي على مدادات اكسادة اصلا قبل ما ميسيد روجولد ينزل لو كنت بتشتري كريم ليكي او لأي ست بتشتري كريم لازم ايه ده ده فيه انتش اكسادة لازم اجيبه لان كل ستات عارف اهمية مدادات الاكسادة في الكريم فميسيد روجولد بيحتوي فعلا على مدادات اكسادة الكافيار كمان فيه مدادات اكسادة يعني هو يعني انا كل الكلام ده اتكلمته عن الدهب الكافيار لا يقل اهمية خالص يعني الكافيار فيه خير البحر كله كله معادن كله مينيرلز احماض امينية مدادات اكسادة وتفتيح يعني الكافيار يقدر يفتح البشرة ويعالج التجعيد كمان فتخيالي كل علامات التقدم في السن بتكلم فيها مع الدهب وكافيار احنا لسه عندنا مكونات طب ايه اللي بيشد يا دكتورة دين انه مكتوب برضو عليه انه هو بيشد البشرة The Face Left المساعدات الكولوجين بيشد البشرة ومادة مهمة جداwhat السيرامايد مادة شامعية موجودة غير Aware in touch وتقل السيرامايد دي مادة شامعية بتقدر تلزق الخلايا بعضها التراهن اللي بيحصل لما الخلايا بتبدا تفك فبيحصل التراهن السيرامايد بقدر يلزق الخلايا بعضها ويخلي الجلد مجدود فطبعا المادة المهمة جدا في شد البشرة هي مادة السيرامايد وموجودة بكمية عالية جدا في منتج ماسي درو جولد طيب فيه ناس كتير بتحقن بوتوكس وفيلر عشان موضوع الشد ده وموضوع التجعيد دي الناس دي بقى بتقولك ايه طبعا يعني انا هعرف لو جاء انا جبت ماسي درو جولد ده هستغنى بيبقى عن قصة ان انا اروح احقن والحاجات دي ماسي درو جولد لا يتعرض اطلاقا مع الحقن بالعكس عندنا عملة كتير في شركة ماسي بتحقن وبتحب حقن الفيلر والبوتوكس وبتستخدم ماسي معاه يعني انا اي سيدة اي راكل بيتفرجوا علينا بيحقنوا فيلر والبوتوكس على طول بنصح باستخدام ماسي درو جولد مع الحقن لانه بيطول مدة الحقن كمان بيطول مدة الحقن وبيعزز مفهول الحقن وكريم ماسي درو جولد فيه مكورات محتاجاها البشرة جدا زي ما هي محتاجة الفيلر والبوتوكس في فئة تانية ما بتحقنش فيلر و بوتوكس بقولهم ماسيد رو جولد هيعالج التجعيد بطريقة كويسة جدا التجعيد الخفيفة أو الدقيقة أو الفاين لينز بيعالجها تماما التجعيد العميقة ومش عايزين نحقا بيحسن الشكل بنسبة كبيرة جدا فدي حاجة مهمة جدا في ناس بتستخدم حقن فيلر و بوتوكس واستخدمت ماسيد وبعد ماسيد قلت لي خلاص أنا عملت الحقنة بس أنا هكمل على ماسيد مش هرجع أحقن تاني فدي ميزة حلوة قوي برضو في ماسيد رو جولد والميكوب ببعنه في ناس كتير من الابتباعات لي فاكرة أنه هو يعني ميكوب أو حاجة مش طاقة من الميكوب هل هو لي علاقة بال... طيل بشوف كده هل هو الفاونديشن ده يا بكتورة كام هو ده كريم أساس هو يا جماعة مش ميكوب ولا هو كريم أساس ده كريم علاجي يعني احنا منعالج البشرة الميكوب انت بتداري لكن ما بتعلجيش بالميكوب انت وانس انك غسلت وشك كل المشاكل بتبان ماسيد رو جولد مش ميكوب ولا هو فاونديشن ولا هو كريم أساس احنا ممكن لو عايزين نستخدم ميكوب نضغط ضغط على وشنا بنعمل بيه حفاء يعني قبل الميكوب بنحافظ بنختراق البشرة للميكوب لكن ماسيد رو جولد مش ميكوب ماسيد رو جولد منتج تجميلي علاجي وقائي ملوش علاقة بالميكوب اطلاقه طيب ويستخدم يوميا يا دكتورة دين يعني هو قصد هو كورس علاجي يعني لازم نمشي عليه مش وإحنا خارجين خروجه نحط نستخدمه مثلا أو إحنا معرفش ايه حد جاي لنا نستخدمه مش بتاع يعني ايه ده علاج علاج لازم يتاخد كل يوم يومنا يمكن آه في بنات كتير بيحبوا شكل البشرة ولما بتحط بيحطوه فبنات كتير قبل ما بتخش بتروح جامع صبح بيحطوا ضغطتين على بشرتهم بدل ما يحطوا ميكوب فهو بيجمل الشكل جدا لكن هو أهم من التجميل هو علاجي فلو حطناها مرة واحدة بس أعطوه بنصح بالليل لأن سرعة استجابة البشرة بالليل بتبقى أعلى كتير من الصبح لأن ماسي درو جولد ما تصنع بطريقة النانو يعني النانو بارتيكلز البارتيكلز كلها صغيرة وزي ما شايفين يا يومنا على الشاشة دي طريقة استخدام ماسي ماسي طريقة السهل الممتنع يعني من إضغط 3-4 دقطات يوميا على كف إدينا وبنوزعه على الوش كله تحت العين طبعا أنت شايف النظارة الفضيعة التحفة من البنت البنت الغسلة والشهد ده تأثير ماسي من أول دهنة يعني يمكن كتير بيسألوني طيب إمتى هنشوف النتيجة هنشوف النتيجة دي هنشوف النتيجة دي هنشوف النتيجة دي آه الخدود تحمر كده طبعا الوردية وتعمل الوردي كده طبعا دي أول النتيجة لكن نتيجة التجعيد نتيجة البقع الهالات السوداء أي علامات تتقدم في السن بتشوف يتحسوا ملحوظ أكيد من أول شهر وكمان بتعتمد عن استجابة البشرة للتانية يعني ممكن بشرة تستجيب أسرع فبتلاقي تعالجت النمش سيدة من أول شهر ممكن البشرة تانية وده شفتم من العملة اتعالج النمش من بعد الشهر الرابع حسب استجابة البشرة للتانية يعني في نهاية الكورس هيبقى المشاكل كلها تحلت؟ آه طبعا في نهاية الكورس أنت تشوفي الكورس بيكفيك على الأقل ستة شهور استخدام أنت من الشهر الخامس خلاص أنت بتشوفي كل الحاجة تمام وتعالجت وهتلاقي نفسك فعلا نضي على شكلك هتلاقي نفسك مع الاستخدام كمية المكياج اللي بتتحط مش هتبقى تتحط وهتلاقي كمية كومنتس وتعليقات طبعا مش عايزة أقول لكم كنت ح لو أنت كده ليه؟ شكلك متغير طب أنت عاملة إيه؟ ومش عارفة إيه؟ بصوا أنتوا هتحسوا يعني إيه؟ مش هتقدروا تحكموا عن نفسكم الناس اللي بتشوفكم هي اللي هتحكم عليكم ده 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 فعلا ده فعلا ده بيحصل مش قادر أقول لك بيبطايرين إزاي يعني كتير ممكن من العملة الستات تقولي أنا مش عايلا الجوزي هشوف بقى هو هشوف الاختلاف ولا لأ فلما بعد شهرين بتقول لها أنت فيك حاجة متغيرة فطبعا نتيجة وفيدباك رائع عندي سيدة بتشتغل بتقولي أنا مش عايلا خالص في الشركة عنتي بس يا دكتورة دينا بعد شهر أنت فيك حاجة محلوية وشك منورة كده بقيت منورة كل يوم بتيجي الشركة فطبعا الفيدباك هايل وعلى طول بنصح أي حد هيعمل دايت جامد لازم يستخدم ميسي ده رجولت سواء سيدة أو رجل لأن الدايت بيبقى جسمك حلو جدا بس يقولك إيه؟ بس وشك بان عليه التعب كتير بنشوف ده ميسي ده رجولت كله فيتامينز ومينيرلز ودهب وكافيار يقدر يعوض لك الفقد بتاع الحاجات دي لأن انتي معا دايت جامد كمان بتفقيدي من على برشتك هو مش كذا حاجة هو إزازة واحدة هي كورس كورس إزازة واحدة 120 ميلي ما فيش في الشركة عندنا عبوات صغيرة علشان لازم تاخدي كورس كامل طب يا دكتورة دينا عايزين عبوات صغيرة العبوات صغيرة هتدي نظارة أنا عايزة كل علامات التقدم أو شركة ماسي فارما عملت المنتج في ست سنين أبحاث عشان ما فيش ست تشتكي منها خايفة من العمر يعني طبيعيا كنت كل سنة بتقلقي شوية يعني أي سد بتقلقي يعني إيه ده أنا النهاردة 20 سنة تمام بعد الـ 45 بدأت إيه أنا هيبان عليها مع ماسي لا خلاص انسي يعني عمل عندنا من 50 و60 سنة بينزلوا ويروح ويجوا ويعملوا الشوبينج ويروحوا النادي بجد مبسوطين جدا بنتيجة ماسي وماسي مع كل الأعمار يعني مش بس الصغيرين في السنة عندي سيدات تمانية وخمسين سنة وستين سنة بيستخدموا ماسي وبيكرروا يعني على طول أقول لو مش عايزين نكرر انت بتحتفظ بالنتيجة بتاعت ماسي لكن عندي عمل كتير ما شاء الله لا أنا عايزة أكرر أنا مبسوطة وعايزة أحافظ على النتيجة فدي حاجة تبسل شكل ماسي يعني هو مش لازم يفضلوا مستمرين عليه الطول العمر يعني لو هو عمل نتيجة وتعجو خلاص بس لا يعني أنت بقى يعني أنا طبعا أوكي بس نحافظ يعني مش خلصنا ماسي وكل يوم عاديين في الشمس لا نبتدي نحط واقي الشمس ليش ربا هي كويس كده لكن بيقعد فترة طويلة أنه بيحتوي على مضادات أكسادة وشك كويس جدا وفعلا نتيجة ماسي دورو جولد على طبق اللونج يعني اللونج ترن بيقعد فترة طويلة جدا معاك طيب هنروح لتقرير ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا ومستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسد والسرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه يساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى تبدو ماسي دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة دورو جولد ستبدو مرخص من حكومة دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يمكن يا دكتور دينا شوفنا في التقرير إنه ليكوا كذا فرع في كذا مكان مش مناصلا كذا فرع في مصر ده كذا فرع في كذا بلد مختلفة عن التانية عملتوا كده ليه بقى؟ طبعا لازم أقول للسادة المشاهدين أن ماسي دورو جولد منتج إيطالي الصنع في قريدي شركتنا الأم متواجدة في إيطاليا شركة ماسي فارم إيطالي مقرها إيطاليا عندنا فروع في معظم أنحاء العالم أول حاجة شركتنا في مصر فرعينا في مصر ماسي فارم إيجيبت مقرها قاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جاوف مقرها جابل علي دبي الإمارات شركتنا الثانية في دبي ماسي فارم جاوف مستحضرات التجميل مقرها دبي الإمارات وإن شاء الله قريب لسه يعني ما فتحناهش بس إن شاء الله قريب هنفتح في أمريكا لأن يمكن كتير على السوشيال ميديا بيسألوا فراكم في أمريكا عايزين الرقم وهو عند ركونستراكشن يعني تحت رجال هل أنتم بتوصلوا يعني ممكن لو حد برى مصر عادي؟ احنا بنوصل لجميع أنحاء العالم فقط من خلال الأرقام الزهر على الشاشة كل الأرقام دي أي حد في جميع أنحاء العالم بيتكلم على أرقام الزهر على الشاشة بنوصل في جميع أنحاء العالم ووصلنا فعلا يعني كل بلد في أوروبا وصلناها عن طريق برضو الأرقام الزهر على الشاشة دول الخليج وأمريكا نفسها كتير عندنا عمر عايشين في أمريكا برضو بيتكلموا عن طريق الأرقام الزهر على الشاشة فأوردي هنوصل لجميع أنحاء العالم من ساعة طلب الأوردر ماكسمم من 3 إلى 5 يام ده لو في جميع أنحاء العالم جوة مصر وصلنا في جميع المحافظات. ما فيش محافظة فعلا ما وصلاش فيها ماسي دورو جولد. القاهرة بتوصل في نفس اليوم. اسكندرية بتوصل في نفس اليوم. المحافظات القريبة. لو محافظة بعيدة شوية ماكسموم 24 ساعة. عشان عندنا خط السعيد كله كمان. آه السعيد. عندنا خط السعيد كله. والزأزي والشرقية والمنوفية وطنطة واسكندرية وكله. كله. ومرصة مطروح كمان. مبارح كان عندنا عمل كتير في مرصة مطروح. فمنوصل في جميع أنحاء العالم. وأي حد برضو لازم أنوه أنه مش موجود في الماركت فقط من خلال الأرقام اللي ظهر على الشاشة. وصفحاتنا اللي على السوشيال ميديا كمان. طيب. دايما بنقول للناس متشتروش حاجة إلا إذا كانت مرخصة. وده هيكون أكبر ضمان لكم. إن الحاجة دي مش هتأذيكو. أو الحاجة دي هتكون نفعة أو الحاجة دي كويسة. لأنه الترخيص ده معناه أنه يعني ما هي ما عبدتش بالساهل. لا دي تدرست كويس وتعمل عليها اختبارات وتجربت علشان تطلع كمنتج لسادة المشاهدين. صح. ماسي مش بس حاجة واحدة ميديا له الترخيص. ده تلات أماكن ميديا له الترخيص. تلات أماكن. أول حاجة بقول وزارة الصحة مصرية واخدين ترخيص وزارة الصحة المصرية واخدين ترخيص الاتحاد الأوروبي وكمان واخدين ترخيص الإمارات حكومة دبي. يعني مترخص من الثلاث جهات. الثلاث جهات أخدوا عبوات عشوائية تمامة من ميسيد روغولد. حلوها لقوها مطابقة لمواصفات. لقوها فعلا بتعمل المكتوبين على العلبة. وملوش اي اعراض جانبية خالص. ميسيد روغولد مناسب لجميع الفئات. يعني سيدات رجال وجميع أنواع البشرة. جميع الأعمار ابتداء من 18 سنة. السيتات الحوامل بنصح باستخدام ميسيد روغولد من بعد الشهر الثالث. فهو مالوش اي اعراض جانبية اطلاقا ولا اي سيد افكتس. كل البشرة تقدر تستخدم ميسيد روغولد. البشرة الدهنية بيعمل مع نتيجة طحفة. البشرة الجافة فيه اكتر من عشر انجريدينس مرطبة للبشرة. البشرة العادية وحتى البشرة الحساسة ما تخافش اطلاقا من ميسيد روغولد. والبشرة الدهنية طبما البشرة الدهنية اصلا هي دهنية. يعني هي بتعمل طبقة دهنية. فبيسألوا انا لما استخدم كريم كمان على بشرتي مش هيعمل لي زيادة. لا اطلاقا ده ميسيد روغولد اولا البيس بتاعه اكوا مية مش ليبيدز مش اويلز. فما بيسيبش اي جريزي ريزي دي على السكن. تاني حاجة ان البارتيكلز بتاعت الانجريدينس كلها نانو بارتيكلز. يعني الدهب والكولاجين وكل الانجريدينس متكسرة خالص. فبتقدر تختارك السكن باري لما بتسيبش اي جريزي ريزي على السكن. فطبعا دي من اهم ميزات ميسيد روغولد ان هو مش اويل اطلاقا. هو مش ماسك. عشان في ناس كتير بتفتكر ان هو ماسك بيتحط. مثلا ويتشال. او ان هو اللي هو غسول. او. ده بتسئل كده. يعني في ناس كتير بتبعتلي كده طريقة استخدامه ازاي. وهل انا استخدم مثلا بالليل افتح. يعني حاجات بتبع تفاصيل بسيطة. الناس مهتمة بيها بطريقة ميسيد روغولد كريم. بيتحط اي حد هستخدم ميسيد روغولد بيخسل وشه بالغسول الستة او الرجل المناسب لبشرتها. وبعد كده بنستخدم ميسيد روغولد وما بتغسلش. لان فعلا كتير بيسألوني نخسره بعد الساعة ما بيتغسلش. انتي بتحطيه وبتنامي بيه. الصبح التسحي من النوم هتلاقي ممكن شوية جولد على البشرة بتخسلي وشك عادي. طيب بيقولوا هو كده تشرب. اتشرب. اه. ميسيد روغولد يوميا البشرة بتمتص من ميسيد روغولد خمسة في الماء من الماء. يعني يوميا بتمتص القدر الكافي. علشان كده بقول مش بكتر. اه 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 ما نحطش عشر ضغطات مش بكترها. يعني يعني يعطوه بقول ميسيد روغولد منطق قيم وغالي وكل مكوناته قيمة. فما نستخدموهش بطريقة مش صح. يعني ان يمكن فيه ناس كتير تقولي احط خمستاشر ضغطة يمكن يعمل مفعول. خمستاشر؟ ايه. كتير قوي. لا 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 طبعا. فهو ده هادر البرودكت. ماكسيموم اربعة خمس ضغط ده ماكسيموم. وبيتحط على البشرة وخلاص البشرة بتنتص منه يوميا خمسة في المية من الماء. اه. ونحس بقى بالنتيجة يا دكتورة دينا على طول. اه. يعني اه. لانه فيه ناس كتير همنحقوهم من هما يسألوا. طب انا هحس بالنتيجة امتا? هلاحز الفرق امتا? اه. فيه ناس كتير ما عندهاش مشاكل بس وشها مجهد. اه. او مثلا ممكن تبقى عروسة هتتجوز كمان شهرين ثلاثة. فاهماني. صح. فدور كلهم عاوزين يعرفوا النتيجة. اه. نتيجة ماسي درجود النظارة من اول الاستخدام. لو فيه تجاعد او بقع بتشوفي نتيجة وتحسن من اول الشهر الاول. اه. بس انا بحب قدي رينج زي ما اقولت على حسب استجابة البشرة للتانية. لان هي مش قاعدة. يعني كل بني ادم مختلفة عن التانية. فبقى قدي رينج بنشوف نتيجة من شهر لتالة اربعة شهور من استخدام منتج ماسي دوروبولت. طيب فيه ناس كمان بتقول هو انا اه ممكن استخدمه على الاماكن اللي فيها مشكلة بس. يعني مثلا هقولك حاجة. لو واحدة عندها هنا بس تجاعد في الحتة اللي هي جنب العين دي. تستخدمه بس كده ولا يستحسن انه الوش كله اه يبقى فيه مسل. اه. 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 ازاي ما قلت ايومنا لو فيه حتة مدقيقة هي تركز على الحتة دي. اه. لكن لازم على طول اقول ميسي دوروبولت اتحط على الوش عشان انتي مش بس عايزة تعالجي الرينج الزي اللي هنا. انتي عايزة تبقي حلوة تبقي قمر يتبقي عندك هاريزمة. وتحفظي على بشرتك. يعني ممكن هي عندها مشكلة هنا. عندها مشكلة هنا بس مش باينة بالعلم مجردة. فعطوه بنصح ان احنا نحط ماسي درو جولد على الوش وكله وعلى الرقبة. عشان نستفاد من ماسي في كل الوش والرقبة. ونركز في الحتة دي. احنا نحط نقطة عادي تحت العين. مهم قوي ان هو طبطب رايح جاي. وعند الحتة الرينكلز دي. لكن طبعا عطوه بقول لك ماسي درو جولد ما يبقاش عندي ماسي درو جولد في البيت. ومحطوش على بشريت. وعلى الرقبة كمان. وعلى الرقبة دي مهمة جدا. والرجال كمان لازم يستخدموا ماسي درو جولد. عندنا رجال قريدي كتير يعني من جميع المحافظات ومن جميع الحال العالم بيستخدموا ماسي درو جولد ومبسطين من نتيجة جدا. رجال يمكن فيه فئة معانة من رجال ما بتحب يشتح الفيل الروبوتوكس فاشافوا كريم يقدر يعرج لهم التجايد من غير حقن. رجال كتير بتشتكي من الهالات السوداء والبقع. ماسي درو جولد عمل طفرة كبيرة جدا مع الرجال ايضا. مش بس السيدات. اللون البشرة بيفرق في النتيجة؟ لون البشرة طبعا ماسي درو جولد ومناسب لجميع نواع البشرة يمكن بيقولي الموضل بيضة احنا قريدي جبنا الموضل الصمرة وشوفنا النتيجة بشرتنا احنا امحوية اكتر مش قادر اقولك على البشرة الامحوية بيدي لك يجنن ازاي مناسب جدا البشرة الصمرة بس مش يخلي الصمرة بيضة يعني مش يخلي وشها ابيض وجسمها اصمر هو بيوحى دول البشرة لنا تعرف فكرة التفتيح عندنا مسيطرة على دماغ بعض الناس فهي عاوزة تفتح يعني درجة قوي اتنين هو ممكن تكون السيدة او البنت وشها مطفي من الاكريبة انت كل يوم بتتعرضي التراب بتتعرضي التلوز انا غمقيت انا ما كنتش كده فده اه انا مصدقة انه ده بيحصل لانه التراب والميكوب والشوائب والشمس وانتي وقفة بتعملي اكل والشمس اه ده بيغمائك طبيعا ماسي درجة كمان يمكن ما قلتش النهارده ان هو بيشتغل ازا ديتوكس بيشيل بيفلتر الوش بيشيل كل السموم الشوائب من على البشرة فهو اريدي انت بتفتحي يعني ممكن تكون هي تقولك انا سمريت هي الاتريبة والحاجات دي عاملالها غمقان في البشرة فهو اريدي بيشيل كل كل الكلام ده وبتفتحها طبعا بتنور يعني مهمة اولا اقول الصمار بيبقى حلو جدا بس يبقى البشرة صفية وحلوة وما فيهاش اه الوان مختلفة يعني ماسي درجة بيعمل مش بس البشرة البيضة اللي بيبان فيها الالوان البشرة صمرة برضو بيبان فيها بقعة اه طبعا بيبان طبعا والمنطقة دي كان حد سألني عليها برضو اه طبعا المنطقة دي والحتة دي كمان كتير عند البنات ماسي درجة بيعالج كل الكلام ده وبيخلي فعلا البشرة يونيفايسكن لون واحد انا بشكرك دكتورة دينا على وجودك معي النهاردة نفسي يا يومنا دفتي العزيزة دكتورة دينا ابو الصعود اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي هتزهر على الشاشة قدام حضراتكم دلوقتي تقدروا تتواصلوا معي من خلالها وتبعتولي كل اسئلتكم ان شاء الله ان شاء الله اقدر اجاوب على كل الاسئلة الحلقات كمان كلها موجودة على اليوتيوب بنقابلكو يوميا 13 عصرا والاعادة 8 صباحا و12 مساء اشوفكم بكرا ان شاء الله انتم في احسن صحة وفي احسن حال كنتم معكم يومنا طولان سلام عليكم ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد احد اكثر من كوسميتسيك في العالم هذه الكريم يمكنك ان تبدو 10 سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر اهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسد والسرامايد المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج ايطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الممارد من المرخص من المرخص من أقوى مرخص من حكومات ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي دروب اللي بتشمل ماسي فارم إطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غوف ومقرها دبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة